كن سعيداً كن فريداً عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سيد بالمعجون كل واحد يحب يزينه قولي اول مرة يزور القناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد او ما تنساوش الضغط على زر لايك وهاي الكيكة التانى شوفوا شكلها مازا ما بدرتش انتم اخلوها تبردها حتشدروا حالا قسم لكم فقط باش تشوفوا فقط شكلها من فوق انتم اخذوا اربع كيلات قطور حينه ان القطور اللي تستعملو تمو حرين مهم اربع كيلات قطور وعنها ثلاث كيلات الحليب اذا قلت اذا استعملت هذا القطور اذا انتم اكلوا واحد وشي حاب يستعمل قلت اربع كيلات قطور او اربع كقوس قطور اذا قطور اللي تحبوه ارحوه تاع الشوكولة وللعادي المهم اربع اربع كقوس زيدو لهم ثلاث كقوس حليب رح ندير كأسين وزيدو ديرو ملعقة صغيرة لباني اذا وكيس خميرت الحلويات اذا نحاول نخلط اذا انج كقوس وبعد ذلك رح نضيف الكأس الثالث اذا شوفو بعد ما خلطتم العجين تاعنا مازلنا شوف لازم تحصلوا على عجينة كأنها يعني القاوم بتاع الكيك اذا رح نزيد اذا رح نزيد في الحليب يعني حتى قلنا تحصلوا على قاوم كأنه ان الكيك اللي مورفين نديروه بالفارينة اذا رح نشوفو بعد ذلك رح نجيب البلا نكون دهنتو بالزبدة ودرت ملتحت درت وارق الطهي دهنتو كذلك بالزبدة كما كتشوفو اذا البلا كود دهنتو بالزبدة زدت له وارق الطهي قطعتو انا بنفس القياس هنا البلا حوالي عشرين سنتيم ميفوتش عشرين سنتيم الكمية هذي لانه مشاريع حجينا عالية بزاف اذا رح نفرغ اذا الكيكة تعناه وبعك شوفوها يشربت يعني اللي كانت لانه القاطون عفو بلي يشرب ونحطها في الفرن 180 درجة حتى ينشفنا كامل شوفو هنا بعد ما نشفناه اذا احنا قلبوا مباشرة في الصحن اذا ما زالت سخونك شوفو ما لسقتلنا شي نهائيا لانه دهنا القلات تعناه بالزبدة اذا واح نجيب هنا كل واحد حرف تزين كان يحبي ان يزينها بشوكولته عطلي يزينها اللي حبي كما هنا زينتها انا بالمعجون انا زينته كل واحد حر في التزين انا هنا حنزينها بالمعجون ونديلها شوية نواة كوكو انا كل واحد اذا عندك شوكولته عطلي انا ديلها من فوق شوكولته عطلي قلتوا انتم هوش حبيتوا تزينها انتم احرام قلتكم كيكا هذي ثم ثم توجد ويعني نغيروا بدلا من حطوا القاطو الذراري نديروا بطريقة جديدة ليخليهم هما واحدهم يتشهواه ويكلوه يجي كأنه براونيزي يعني في الماذاق في الاكل تاعه والذوق راح يكون كل قاطو حسب القاطو اللي تستعمله النوعية كي تكون نوعية رافعة راح يجيكم ماذاق رافع كي تكون نوعية شوية يعني حسب الذوق القاطو اللي تستعمله اذا في الاخر نتمنى انكم تجربوا الوصفة وصفة كنت شوفوا ان سهلة وبسيطة ثم ثم تتحذر ما تشدش الوقت خاصة ان اللي تكون عاملة ولا تكون حيرة واش تدير حبة تبدير حاجة يعني سنك سنك توجد لها اذا هذي الان الكيكة ثم ثم توجد شوفوا ان قطع لكم قطعها راح تشوفوا القاوم تحا قلت ما زلت سخونة انتو ما خلوها تبرد اكو تعرفوا الكيكة تكون سخونة تكون مازال ما شدد شروحة اذا هاي امامكم الشكل هاشوفوا كيف هش جاء اذا جاء ما شاء الله جاهيل وفي الاخر نتمنى انكم قلت تكونوا في صحة وعافية وتجربوا الوصفة هذي وصفة سهلة ونغيروا بدل الكيكة بالفارينا نستعملوا القاطو وفي الاخر نقولكم دمتم امنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله